السلام عليكم ورحمة الله كيف تستغفر لك ملائكة السماء تخيل أخي الحبيب أنك جالس وملائكة الرحمن سبحانه وتعالى يستغفرون لك ليلا نهارا إحساس رائع جدا يشعرك بالإطمئنان يشعرك بالفرح بالسرور برحمة الله سبحانه وتعالى يشعرك بالقرب من الله عز وجل عمل واحد فقط يحقق لك هذا الأمر وهو في هذه الآية الكريمة انظر معي إلى قول الحق تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله هناك ملائكة يحملون العرش ملائكة أيضا من حولهم ماذا يفعلون؟ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا رجاء أحفظ هذه الكلمات كلمات قليلة جدا ولكن صدقني ستغير حياتك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم هذه بشرة من الله عز وجل يريد أن يقول لك أيها المؤمن يا من استجبت لله عز وجل وتبت إلى الله ورجعت إلى الله اعلم أن الله يسخر ملائكة السماء يستغفرون لك ويدعون لك بالخير يقولون ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم إذن الدعاء لك لزوجتك لأبويك لذريتك من بعدك وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم والله أيها الأحبة أنا بتصوري أن الإنسان الموجود على الأرض الذي تستغفر له ملائكة السماء حملة العرش هذا إنسان يعني أصبح في رحمة الله وفي كنف الله وفي حفظ الله فدعاؤه مستجب وإذا توجه إلى الله عز وجل ودعا بالرزق يستجاب له دعا بالشفاء يستجاب له دعا بكشف الضر والكرب والهموم يستجاب له لذلك لذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وله منزل عالي عند الله عز وجل على الرغم من ذلك كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم مئة مرة أنت كم مرة استغفرت الله وتوبت إليه اليوم كم مرة قلت أستغفر الله العظيم وأتوب إليه كم مرة توجهت إلى الملك عز وجل وتبرأت من حولك وقوتك توكلت فقط على الله عز وجل وقلت يا رب الذي يهمني هو رضاك إذا كنت راضيا عني فلا أبالي هذا هو حال المؤمن الذي يتوجه إلى الله بالتوبة والتوبة حقيقة هو عمل من أسهل الأعمال هو عمل قلب يعني أنت لا تحتاج إلى مال لتتوب سبحان الله أنا انظر من أعظم الأعمال وأعظم النعم وهو التوبة التوبة هذه جعلها الله لك مجانا لا تشتريها بالمال ولا تبذل فيها جهدا ولا تحتاج إلى قوة ولا تحتاج إلى عمل هي فقط عمل في القلب وأنت جالس وأنت متكئ وأنت متجع وأنت واقف في أي حالة فقط توجه إلى الله بقلبك بإخلاص وقل يا رب أنا توبت إليك فاغفر للذين تابوا اللحظة التي تتوب فيها إلى الله تصل هذه التوبة إلى الملك عز وجل فيأمر ملائكته بالاستغفار لك انظر انظر كم عظمت هذه التوبة التي نغفل عنها للأسف نحن اليوم في ظل المشاكل الاقتصادية والحروب والمخاوف ونشر الشذوذ يعني الظروف الصعبة التي نعيش فيها نشغل تفكيرنا بما يجري من حولنا وننسى لقاء الله عز وجل ننسى أنه في أي لحظة نحن معرضون للموت وبعد الموت لقاء الله سبحانه وتعالى نغفل عن ملائكة الله عز وجل ونغفل عن التوبة إلى الله يعني اليوم الإعلام العالمي أيها الأحبة استطاع أن يشغل الناس بالأمور الدنيوية عن الآخرة وهذا جزء من مخطط الشيطان الذي تعهد فيه أن يضل ويغوي أكبر عدد من البشر إذن أخي الحبيب التوبة إلى الله عمل في القلب لا يكلفك شيئا ولكن أثره كبير جدا أول أثر للتوبة إلى الله أن كل الذنوب التي ارتكبتها واقترفتها وظلمت نفسك فيها وأخذت عليها كمية هائلة من السيئات مجرد أن تتوب إلى الله بصدق يبدل الله هذه السيئات حسنة تنقلب إلى حسنة سأعطيك تشبيه بسيط لإنسان خسر في تجارته وجاءه من يقول له بكلمة بسيطة تستطيع أن ترد هذه الأموال التي خسرتها مضاعفة ألا تتصور معي أنه سيقول هذه الكلمة مهما كانت طيب هنا الله عز وجل يقول لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله أفورا رحيما المتحدث هنا والمتكلم هو الله عز وجل ومن أصدق من الله قيله يقول لك أنظر كل الذنوب التي ارتكبتها اليوم بمجرد أن تتوب إلى الله تبدل بحسنات يبدلها الله لك حسنات وملائكة الرحمن يستغفرون لك والله يفرح بتوبتك مع للم أن الله غني عن الفرح طبعا والمشاعر ولكن النبي هنا أراد أن يعطينا بشرة أراد أن يشعرك بأن الله قريب جدا منك فأخبرك أن الله يفرح بتوبتك لتكون قريبا من الله عز وجل لتشعر بقيمة هذه التوبة على الرغم من ذلك للأسف الكثير يغرقون في المعاصي والهموم والمشاكل ويغرق نفسه في مستنقع هموم العصر مع للم أن الحل بسيط هو أن تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ثمرات التوبة أخي الحبيب زيادة الرزق لماذا سأقول لك الإنسان عندما يستغفر ربه ما الذي يحدث عندما تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه حسب النص الوارد في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الاستغفار يؤدي بك إلى البنين والرزق والجنات والأنهار والمطر والخيرات وفي آية أخرى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجه ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فعندما تقول استغفر الله العظيم وأتوب إليه وتتوب بقلبك يعني تخرج هذه الكلمات خالصة من قلبك لا تبتغي بها إلا وجه الله ملائكة الرحمن حملة العرش يستغفرون لك والاستغفار هو أهم سبب من أسباب الرزق فإذا كان استغفار الإنسان لنفسه يزيد في رزقه حسب الحديث الشريف ورزقه من حيث لا يحتسب فكيف إذا استغفرت لك ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى يعني تخيل أن الملائكة يقولون يا رب اغفر لي فلان ارحم فلان اغفر له لزوجته لذريته لأبويه استغفرون لك فمن ثمرات التوبة أيضا كثرة الرزق ولكن أي رزق الرزق ليس هو المال أيها الأحبة كثير من الناس يعتقد أن كثرة المال هي الرزق لا الله تعالى يقول ورزق ربك خير وأبقى أحيانا قلة المال تكون هي الرزق قلة المال التي تمنعك من المعصية تمنعك من الانشغال بالدنيا وشهواتها وزينتها قلة المال هذه رزق ولكن أنت ستشعر بقيمة هذا رزق لحظة الموت عندما يأتيك الموت وكلنا سنلاقي هذا الموت لن نفر لن نفر منه أبدا ولحظة الموت هذه لحظة هذه غمرات الموت تساوي بل تفوق كل السنوات التي عشتها هي أهم لحظة هي التي تحدد مصيرك للأبد فإذا خلاصة لقاء اليوم أخي الحبيب كل يوم استغفر الله وتوب إليه وتوب إليه ولو عشر مرات إذا استطعت مئة مرة أو أكثر هذا أفضل طبعا اقتداءا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن إذا استطعت أن تستغفر الله ولو ثلاث مرات ولو عشر مرات افعل ولكن أريدك وأنت تستغفر الله وتتوب إليه لا تجعل لسانك كالببغاء قلبك وعقلك منشغل بأمور دنيوية وأنت تقول استغفر الله استغفر الله ودماغك يفكر بأمور دنيوية لا أريدك وأنت تستغفر الله وأنت تتوب إلى الله في هذه اللحظة تتخيل أن ملائكة الرحمن يستغفرون لك تتخيل أنك بدأت تقترب وتتقرب من الله عز وجل وتعتقد أنه في هذه اللحظة الله قد بدل سيئاتك حسنات وأن الله قد رضي عنك وأن كل ما سيصيبك بعد هذه التوبة هو خير حتى لو كان ظاهريا تراه شرا وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم هذه الحالة تجعلك ترتاح نفسيا عندما تتوب إلى الله بصدق وإخلاص وأنت مستيقن أن الله قد غفر لك وأبدل سيئاتك حسنات وأمر الملائكة أن يستغفروا لك حملت العرش الكرام وأن رزقك سيزداد لا محالة ولكن تذكر ورزق ربك خير وأبقى أن رزق ليس المال التوبة هي رزق يعني مجرد أن ألهمك الله التوبة هذا أكبر رزق لأن التوبة هذه ستجعلك من أهل الآخرة من أهل الجنة إن شاء الله وأهم رزق بالنسبة للإنسان هو الجنة وليس الدنيا لأن الدنيا فانية وكلنا سنموت ونترك كل شيء وراءنا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا جميعا وأن يلهمنا التوبة في كل وقت وكل حين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر